اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكتاب كله شيخ الاسلام ابن تيمية الذي تلميذه ابن القيم السؤال نفسه يكاد يكون بحروفه هذا الذي ذكر ابن القيم نسمع مرة ثانية السؤال الذي ذكر ابن القيم ثم بعد ذلك نقرأ السؤال الذي وجه لابن تيمية واجاب في نصف ورقة اجاب على هذا السؤال في نصف ورقة ابن القيم اجاب في كتاب مجلد وابن تيمية اجاب في نصف ورقة لكنها مليئة ارى فيها يعني كفاية عظيمة جدا لمن وفق للعمل بها مليئة جدا ولهذه الورقة من اليوم تنطلق ان شاء الله الى جهات كثيرة يستفيد منها الناس يكونوا بتعاون في ايصالها ونفع الناس بها عظيمة جدا فهذا الذي اجاب عنها ابن تيمية في مجلد اجاب عنها ابن تيمية اجاب عنها هنا ابن القيم في مجلد اجاب عنها ابن تيمية في نصف ورقة لكن خلاصة عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب اسمعوا الآن السؤال الذي وجه ابن تيمية وجوابه عليه سئل الشيخ الاسلام رضي الله عنه واثابه الجنة ما دواء من تحكم فيه الداء وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال وما العمل في من غلب عليه الكسل وما الطريق الى التوفيق وما الحيلة في من سطط عليه الحيرة إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه وإن رام للدكار غالب عليه الافتكار وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل غالب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران هجر الأقارب والمعارف علّه يجد الغناء وعلى الغناء يعانوا ما ازداد إلا حيرة وتوانيا أكذا بهم من يستجير يهانوا فأجاب رضي الله عنه الآن السؤال الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا نعم فأجاب رضي الله عنه دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى ودوام التضرع إلى الله سبحانه والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره فإنها عمود الدين ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يعني يكثر منها مثل ما في الحديث أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال ولا يسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر والحمد لله رب العالمين هذا الجواب جواب عظيم جدا وهو مع وجازته واختصاره فيه وفاء وفيه شفاء وفيه كفاية وأنصح بأن ينشر على نطاق واسع جدا ينفع الله سبحانه وتعالى به عباد الله وخاصة المبتلين الذين هذا سؤالهم وهذه حيرتهم وهذه آلامهم وهذه روبتهم في الفكاك من الذنوب والخلاص منها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليقة للشر وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا وأن يسر الهدى لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه حزاكم الله خير شكرا لكم